من جهة أخرى قال الدكتور خليف الفاضل الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إن ترشح مملكة البحرين العضوية جديدة في مجلس حقوق الإنسان سيعزز من دورها على الصعيد المحلي والدولي والإقليمي في تعزيز وترسيخ مفهوم حقوق الإنسان البحرين لا شك كانت من أوائل الدول التي تم انتخابها في مجلس حقوق الإنسان وكان ذلك في العام 2006 وساهمت البحرين كثيرا في تعزيز هذه الآلية الدولية لحقوق الإنسان عن طريق عضوياتها في مجلس حقوق الإنسان في العام 2006 إن يعادة ترشح مملكة البحرين وفوزها في مجلس حقوق الإنسان لمرة أخرى سيعزز من دور مملكة البحرين على الصعيد الدولي ومن أجل أن تسهم مملكة البحرين في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الصعيد الدولي عن طريق هذه الآلية الدولية الهام التي تم تأسيسها في العام 2006 نحن دائما نقول أن البحرين وطن صغير في مساحته كبير بضموحاته وأيضا هو وطن كبير في مجال حقوق الإنسان عن طريق الإنجازات الكبيرة التي حققتها مملكة البحرين في فترة تعتبر نسبيا قصير فالبحرين هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي بها خمس آليات وطنية لحقوق الإنسان وهي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الأمانة العامة للتظلمات مكتب المفتش العام بجهاز الأمن الوطني وحدة التحقيق الخاصة ومفوضية حقوق السجنائي والنزلاء فنظرا للنجاح التي حققتها الآليات الوطنية لا شك أن مملكة البحرين سيكون لها دور فعال وبارز جدا على الصعيد الدولي عبر انتخابها في مجلس حقوق الإنسان ترجمة نانسي قنقر